حضارة ترتاريا تعد واحدة من أكثر الحضارات غموضاً وإثارة للجدل في التاريخ يعتقد أنها كانت إمبراطورية واسعة ومزدهرة لكنها اختفت بشكل غامض من استجلات تاريخية مما أثار كثير من التساؤلات والنظريات حول وجودها وزوالها تشير بعض المصادر إلى أن ترتاريا كانت تقع في مناطق واسعة من أوراسيا ممتدة من شرق أوروبا وحتى أسيا الوسطى ترتاريا في الخرائط القديمة ترتاريا كانت تذكر في العديد من الخرائط الأوروبية القديمة التي تعود إلى القرون الوسطى والعصر الحديث المبكر هذه الخرائط غالباً ما كانت تشير إلى مناطق واسعة غير محددة في أسيا وتمثلها قاراد بربرية وشاسعة يسكنها شعوب من المحاربين ورغم أن الخرائط لم تقن دقيقة دائماً إلا أنها تعطي انطباعاً عن وجود حضارة أو كيان سياسي كبير في تلك المنطقة من أبرز الخرائط التي ذكرت ترتاريا كانت خريطة إبراهام أورتليوس التي نشرت في أواخر القرن السادس عشر كما أن الرحالة والمستكشفين الأوروبيين الذين داروا مناطق آسيا الوسطى وسيبيريا أشاروا في بعض كتاباتهم إلى ترتاريا كوحدة سياسية وجغرافية الغموض والاختفاء رغم وجود إشارات متكررة إلى ترتاريا في الخرائط القديمة إلا أن هذه الإمبراطورية الغامضة لم تذكر كثيراً في استجلات التاريخية أو الأدبية التي نعرفها اليوم هذا الغموض دفع بعض الباحثين والمؤرخين إلى الاعتقاد بأن ترتاريا قد تكون حضارة عظيمة تم محوها من التاريخ لأسباب غير معروفة البعض يعتقد أن ترتاريا كانت في الواقع سلسلة من الخانات أو القبائل التي كانت تسيطر على مناطق واسعة من أسيا وأنها قد تكون جزءاً من الإمبراطورية المغولية أو ربما كانت منافساً قوياً لها من جهة أخرى يذهب بعض الباحثين إلى أن ترتاريا قد تكون حضارة متقدمة تكنولوجياً قد دمرت بفعل كارثة طبيعية أو حرب مدمرة نظريات المؤامرة في السنوات الأخيرة ظهرت العديد من نظريات المؤامرة التي تحاول تفسير اختفاء ترتاريا من استجلات تاريخية هذه النظريات غالباً ما تدعي أن هناك مؤامرة دولية لإخفاء وجود هذه الإمبراطورية من التاريخ العالمي البعض يذهب إلى أن القوى الاستعمارية الأوروبية أو حتى الكنيسة الكاثوليكية قد لعبت دوراً في محو هذه الحضارة من الذاكرة الجماعية للبشرية إحدى هذه النظريات تقول أن ترتاريا كانت إمبراطورية متقدمة تكنولوجياً وثقافياً بشكل يتجاوز بكثير ما نعرفه عن تلك الفترة وأن وجودها كان يشكل تهديداً للحضارات الأخرى مما أدى إلى محوها بشكل متعمد من استجلات تاريخية تدعي هذه النظرية إلى أن كثير من التكنولوجيا والهندسة التي نعرفها اليوم قد تكون في الأصل من اختراع ترتاريا ولكن تم نسبها إلى حضارات أخرى الأثار المتبقية بالرغم من الغموض الذي يكتنف حضارة ترتاريا إلا أن بعض الباحثين يعتقدون أن هناك آثار مادية قد تكون مرتبطة بهذه الحضارة مثلاً بعض البنايات القديمة في سايبيريا وأسيا الوسطى تظهر تقنيات بناء متقدمة لا تتناسب مع الفترات التاريخية التي يفترض أن تكون قد بنيت فيها كذلك بعض الأدلة الأثرية من مناطق مختلفة في أوراسيا قد تشير إلى وجود ثقافات متقدمة لم توثق بشكل جيد في التاريخ التفسير المحتمل بالنظر إلى الغموض الذي يحيط بحضارة ترتاريا قد يكون من الصعب تقديم تفسير قاطع لوجودها وزوالها بعض الباحثين يشيرون إلى أن ترتاريا قد تكون مجرد تسمية عامة استخدمها الأوروبيين للإشارة إلى المناطق الشاسعة التي لم تكن معروفة جيداً في أسيا بمعنى آخر قد لا تكون ترتاريا حضارة موحدة بقدر ما هي مجموعة من الثقافات والكيانات السياسية التي كانت موجودة في تلك المنطقة من الممكن أيضاً أن ترتاريا كانت موجودة بالفعل قحضارة قوية ومؤثرة ولكن السجلات المتعلقة بها قد ضاعت أو دمرت بمرور الزمن الحروب، الغزوات، الكوارث الطبيعية قد تكون كلها عوامل ساهمت في اختفاء أثار ترتاريا مما أدى إلى فقدان المعرفة المتعلقة بها تظل حضارة ترتاريا واحدة من أكثر الألغاز المحيرة في التاريخ الغموض الذي يحوم حولها إلى جانب نظريات المؤامرة العديد المحيطة بها يجعل منها موضوعاً مثيراً للاهتمام والبحث سواء كانت ترتاريا حضارة حقيقية أو مجرد أسطورة جغرافية فإنها تذكرنا بأن تاريخ مليء بالأسرار التي لم تكتشف بعد وأن هناك دائماً المزيد لنعرفه عن الماضي الغامض للبشرية بانتظار آرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد